ومشاهدين دلوقتي موجز لأهم الأنباء مع زمنتنا من الشرعية الفضلية مننا شكرا لك أحمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بقيام وزارة العدل ببلورة خطط متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة خلال العام القضائي الجاري جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية ووجه الرئيس السيسي بدراسة سبل إتاحة قاعدة البيانات التشريعية القومية الهمة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها وأوضح المتحدث أن الاجتماع تناول عرضا لجهود الوزارة للحد من حالة الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء كما طلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال تطوير التقني للمنظومة القضائية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقي واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل كما وجه مدبولي بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم بالتنسيق بين الوزرات المعنية والخروج بنتائج وتصور نهائي أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن اليوم الرابع من دورته الثالثة والخمسين شهد دخول خمسين ألف زائر من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية وتستمر الدورة حتى السابع من فبراير القادم وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للنشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها ألف وثلاثة وستون ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من واحد من إحدى وخمسين دولة وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف أكد محافظ القاهرة خالد عبد العالد سرعة إزالة أثار الحريقة الذي نشبه بالشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني نتيجة احتراق كاب الكهربائي انتدى لعقارين وأصفر عن 12 إصابة بحالة اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصاب الحادث من جانبه قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن الحريقة الذي نشبه بالجوار مسجد الإمام الحسين لم يصب المسجد بأي ضرر أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1974 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم من رعاية الطبية اللازمة وتمام الشفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 356274 حالة وأشارت وزارة الصحة في بيانها اليومي إلى تسجيل 22110 حالات جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 38 حالة جديدة أعلنت وزارة الدفاع الإماراتي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته قوات الحوثي تجاه أراضيها وأكدت الوزارة في بيان أنه لم ينتج عن الهجوم آية خسائر حيث أسقطت مقايا الصاروخ خارج المناطق المأهولة بالسكان وأوضحت الوزارة أن قواتها نجحت بمشاركة التحالف العربي من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية كما أكدت وزارة الدفاع الأماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع آية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات وختاما تأهل المنتخب الوطني للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف افتتح سوفيان بوفال التسجيل للمغرب في الدقيقة السابعة من علامة الجزاء قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل لمنتخب الفراعنة في الدقيقة الثالثة والخمسين ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل محمود حسن تريزيجي لهدف الفوز في الدقيقة المائة ليضرب المنتخب الوطني موعدا مع نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي نهاية مجاز التسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة